صباح الخير على حضراتكم مرة تانية وهنبدأ النهاردة من عند الحدث الأهم الحدث اللي أكيد كلنا كنا نتمنى أن يستمر تواجد منتخبنا فيه أكتر من كده شوية هو أكيد نهائيات كاس الأهم الأفريقية وللسه هتكون ممتدة يعني معنا لسه باقي متشاط دور الثمن النهائي وبعد كده الربع النهائي وبعد كده نص النهائي وبعد كده المباراة النهائية كل ده ومنتخب مصر قاعد برة بتفرج اللي حصل لمنتخبنا في الكان يعني ما كانش سهل أبدا علينا والغريب بقى أن أنت كمنظومة إعلامية قدمت كل حاجة مطلوبة منك من داع معناوي بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأول لكن لما بتظهر بالشكل المتواضع جدا ده في البطولة ولطبع منتخب مصر هو حمل اللقب التاريخي فيها بسبع ألقاب يبقى لازم بقى يكون فيه وقفة وقفة بجد لما تروح البطولة وتلعب أربع مطشاط ما تكسبش منهم ولا مطش واحد يبقى لازم يكون فيه حساب وحساب كبير كمان أربع مطشاط ما فيش فيهم سبات في التشكيل ما فيش طريقة في اللعب ما فيش جملة معروفة ما فيش أي روتيشن واضح طب إيه اللي مطلوب؟ إيه اللي مطلوب بقى في اللي جاي دلوقتي واللي لازم أنه هو يحصل عشان نقفل بقى الملف المحزن ده ونشوف الكرة المصرية مطلوب منها إيه عشان يكون عنوانها بعد كده وانتخب بلدها بيقدم أداء كويس بيشرفها ويكون طبعاً تواجدنا أو مشاركتنا في أي محفل دولي أفضل من كده بكتير محتاجين إيه؟ أول حاجة محتاجين يكون فيه حساب وحساب فوراً لكل من تسبب في ظهور منتخب مصر بالصورة يعني اللي ممكن نقول عليها أن هي مدرية في نهايات كاس أمم أفريقيا تاني حاجة إحنا محتاجين أن نعيد النظر مرة تانية في رواتب الجهاز الفني خاصة طبعاً يعني المدير الفني اللي بتقادى مبلغ وصل لمتين ألف دولار متين ألف دولار؟ ومن الأساس كمان الواحد لازم أن هو يعيد النظر في استمرار الجهاز الفني ده في المرحلة اللي جاي في تصفيات كاس العالم متين ألف دولار ليه؟ عملت إيه؟ ده أنا لو كنت بمرن المنتخب كنا عملة نفس النتيجة عادي يعني كنت فرقت إيه؟ أنا بتكلم بجد لو أنا لما بمرن دلوقتي المنتخب أنا المدير الفني كنت هفرق إيه عنه؟ كنا هنقدم أسوأ من كده إيه؟ تالت حاجة لازم يتم إعادة النظر في نظام المسابقات وبشكل كامل هل الدوري المصري القوي على يعني مستوى تنفسي ممكن يكون بيطلع علينا لعيبة يقدروا أن هما يمثلوا مصر؟ هل الدوري المصري منتظم بشكل كامل عشان يعني يطلع ويفرز اللعيبة اللي يقدروا أن هما يكونوا مغزون جيد بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأول ويكون كمان عندهم مغزون جيد من اللياقة رابع حاجة هل أجور لعيبة الدوري المصري بتتناسب مع قدراتهم اللي هما طبعا يعني زي ما إحنا شايفين هما عاملين إزاي دلوقتي لأن الموضوع ده أكيد بيمنع اللعيبة أن هما يحترفوا خمس حاجة هل الأندية يعني متفتحة بشكل كامل على احتراف اللعيبة يعني تخيل كده لو مثلا عندنا زيزو ومحمد عبد المنعيم وإحمد فتوح وإمام عشور وكل دول محترفين في أوروبا بجانب كمان زي ما إحنا عندنا طبعا مصطفى محمد ومرموش وصلاح وطريزيجي وإنني هل كان الشكل هيكون نفس الشكل اللي شفناه في نهايات الكان هل نظام الدوري القسم التاني بيطلع لعيبة يقدروا أن هما يلعبوا لمنتخب المحليين اللي هو أصلا مش موجود عندنا إحنا ليه ما عندناش أصلا منتخب محليين هل جهزنا منتخب في الفترة اللي جاية دي 2003 و2005 لأن دول هما اللي هيكونوا النواة الأهم أكيد لـ 2026 في كاس العالم طيب هل الجيل الحالي من لعبة المنتخب الأولمبي هما أصلا جاهزين أن هما يمثلوا المنتخب بدل أكتر من لعب مفترض طبعا أن هو هيتم إعلان اعتزاله الدولي من لعبة المنتخب اللي هما مرضو كانوا موجودين في نهايات الكان اللي فاتت دي هل هل عندنا ده؟ لأ ما عندناش ده هل اتحاد الكورا المصري لو كمل أصلا مهمته هل عنده بقى خطة بديلة للمستقبل يعني هيكون عامل إزاي في تصفيات الكاس العالم طب إحنا دلوقتي إيه الهدف اللي قدامنا؟ يعني إحنا عايزين إيه؟ الهدف الأهم دلوقتي إن إحنا نتأهل أكيد لكاس العالم ما عندناش حاجة تانية غير كاس العالم هنعمل إيه؟ ومحدش بقى يجي يقول لي أصل المجموعة بتاعتنا سهلة أصل معانا بوركينا فاسو أصل سيرليون أصل مش عارفة إيه إحنا اتكشفنا خلاص يعني اتكشفنا قصوات كل الفرق يعني اللي أقل مننا وأقل كمان من الفرق اللي إحنا بنقابلها أو هنقابلها لسه في التصفيات بتاعتكاس العالم أفتكر إن ده بقى الوقت اللي إحنا لازم إن إحنا نبتدي فيه يعني نكون شكلنا أفضل يكون عندنا حلول يكون عندنا خطط وبلاش نكرر أخطأنا اللي حصلت قبل كده وخصصاً اللي حصلت في 2019 لإن حسن الموضوع بيتعاد نفسه وهو نفس السيناريوها بتحصل تاني ودعنا الكانا اللي كان على أرضنا وسط جمهورنا وكان موضوع صعب جداً على الشرع المصري وعلى الجمهور المصري إحنا دايماً بنتكلم وبنقول إن الكرة دي بتتحكم في مزاج الشرع المصري الشعب المصري كله دي المنفس بتاعنا ده هو ده يعني سورس السعادة بتاعتنا إحنا إحنا إزاي بيحصل معنا كده يعني لو تحس إن أنتم مستكترين علينا الفرحة ليه؟ إحنا لازم نتجي إن إحنا نحاول نشوف أفكار جديدة نحاول نكون صرحة مع نفسنا وبشكل أفضل من كده نحاول إن إحنا نعالج الخطأ نحاول إن إحنا يعني نوجه الشكر بقى للأخطأ ده نقوله شكراً وعفواً لقد نفع الزلاصيدك خلاص كده اللي حصل لا يليق باسم مصر أبداً ولا بتاريخ مصر أبداً إحنا تكلمنا وإحنا لسه هنتكلم ولسه هنتكلم تاني وهنحاول ندور على حلول ونوجد حلول لإن هو ده دورنا أصلاً إحنا دورنا إن إحنا نوصل الرسالة الإعلام هو المراية هو نبض الشرع المصري والشرع المصري حقيقي يعني في حالة غليام بقالوا أكتر من 48 ساعة نتمنى إن الأزمة دي تنتهي تماماً نتمنى نشوف يعني خطة مدروسة نقعد ونشوف إيه أخطأنا إيه اللي وقعنا فيه محتاجين نكون عاملين إزاي حد ييجي كده يعمل خطة يعمل دراسة يشوف إيه المشاكل اللي عندنا ويقول لنا بمنتهى الصراحة والشفافية والمصدقية إحنا قدامنا كذا سنة عشان يكون عندنا منتخب يقدر ينافس ويقدر يخلي شكلنا كويس لما ندخل وننافس بإسم مصر في بطولة كبيرة ليه كل نسخة كده حرق الدم ليه كل نسخة يا ريت وما عملناش وإيه غلطنا ليه بنعيد وبنزيد وبنكرر نفس السيناريوهات كل مرة ليه ليه ما فيش حل هل إحنا عندنا مشكلة مثلا في نوعية اللعب المصري يعني المشكلة في الجينات مثلا ما حد يقول لنا حد يطلع يقول لنا أو إحنا عندنا مشكلة أو حد يقول لنا لأ دي دي مشاكل إدارية ومحتاجين نجيب متخصصين ناس درسين يقدروا إن هم يمسكوا الملف ده عشان لما يمسكوا الملف ده يطلعوا بنتيجة إيجابية نرجع مرة تانية أو تالتة وربعا نتكلم ونقول إن الكورة بتتحكم في مزاج الشعب المصري بتفرحنا وبتطلعنا فوق وممكن تنكد علينا وتنهينا متنكدين زي ما حصل أول مبارح كده نتمنى إن المشكلة دي تتحل نتمنى ما نعيدش تاني الكلام ده أسرة اللي بعد اللي جاية نتمنى إن شاء الله تصفيات كاس العالم دي يعني تصفر عن وجودنا في كاس العالم النعيب قوي قوي بالنظام الجديد ده كمان نبقى شمو جوتي